جماعة اليوم في عندي شيء مهم عاجة أتكلم عنه لأنه حالياً في شخص يبيع ملايين إلى السوق المفتوح علشان يرقع أو يقفل حفرة في رصيدهم والسؤال أكيد هو هل هذا راح يكون أحد التفاقمات والتأثيرات الكبيرة من FTX جماعة لازم أتكلم عن هذا الشيء في هذا الفيديو ورح كما نوريكم هذا اليتشارت اللي إلى الآن أثبت إنه دقيق وصحيح جداً في الماضي وهذا هنا على المدى الطويل على الفريم الشهري وهذا يمشي بشكل متوافق جداً معي استراتيجيتي بشكل عام اللي تكلمت عنها مؤخراً في الأسابيع الماضية جماعة أشياء كثيرة رح نتكلم عنها اليوم فتأكد إنك تظل معي في هذا الفيديو كامل مرحباً بكم مرة أخرى اسم أنصور قدم لكم فيديوهات عن ألوانات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة سبب سبسكرايب وفعل الجرس الآن وجماعة قبل ما نبدأ عايز أعمل شوي التوضيح هنا للفيديو التابعي أمس زي ما أنتم عارفين أمس تكلمت في الفيديو التابعي وقلت إنه إحنا على وشكل وصول هنا إلى هذا الخط أو المربع الأزرق وإذا شوفنا هنا في السابق طبعاً هذا الصندوق هنا سنة قبل فترة أو حصول التنصيف ودائماً تاريخياً التجميع هنا في هذه المنطقة أو في هذه الفترة كانت تعتبر فرصة أو فكرة جيدة وليش فكرة جيدة؟ لأنه دائماً بعد فترة التنصيف نحصل على هذه الارتفاعات الكبيرة في البيتكوين فالتجميع هنا سنة قبل التنصيف وبعد التنصيف نحصل هنا على هذا الارتفاع الكبير وكمان تقدروا تشوفوا هذا الشيء هنا حتى على الرغم أنه حصلنا على هبوط وإنهيار الكوفيد هنا ولكن هنا كمان التجميع سنة قبل التنصيف نشوف أنه بعده حصلنا على بوم ارتفاع للأعلى ولكن شيء واحد أعتقد ما كنت واضح فيه وهو أنه في بعض الناس قلقوا وتوتروا أنه هذا مرسوم هنا إلى الأسفل إلى مستوى 3000 دولار جماعة لا تهتموا بالحجم لا تهتموا هنا يعني بالسعر أو نطاق السعر أهم شيء في هذا صندوق أو هذا المربع هو الفترة الزمنية يعني ربما راح أخليه هنا كذا بهذا الشكل أو ربما راح أعمل فقط خط أحمر يوضح فقط الفترة الزمنية اللي نبدأ فيها نجهز ونجمع للحركة الصاعدة القادمة اللي هي البول ماركت القادم في البيتكوين يعني الخلاصة التي تهتم هنا بالنطاق السعر يهتم فقط في الفترة الزمنية أو الوقت ففقط حبت أن أوضح هذا الشيء طيب غير كذا جماعة نشوف أنه ما في أشياء كثيرة حصلت مشوقة هنا على الفريم اليومي نشوف أنه إحنا لسه قاعدين داخل هذا التماسك لنموذج الراية الإيجابية النموذج هذا ممكن إكسر وليأخذنا هنا إلى الخط المقاومة هنا في الآلة اللي هو عند 17951 دولار طيب غير كذا جماعة نشوف أنه هنا طبعا استراتيجيتي وأفكاري لسه زي ما هي نمكن أن نشوف هنا كمان أنه على مؤشر الـ DXY تكلمنا هنا عن مؤشر الدولار أمس طبعا هذا السوق هنا رح يفتح بكرة فرح نشوف هل رح نحصل على دعم أو ارتداد هنا من عند خط الدعم هنا في الأسفل زي ما أنتم عارفين أنه بعد ما ضربنا خط المقاومة هنا الأحمر في الأعلى سنمر نبقى الهبوط الأسفل وأنا متوقع أنه هذا المؤشر رح يستمر بالهبوط الأسفل على المدى الطويل ولكن ممكن نحصل هنا على شوية ارتداد الأعلى من عند خط الأحمر هنا والخط البرتقالي وهذا أكيد راح يسبب شوية هبوط في الأسواق التقليدية وأكيد البيتكوين فيعنيه ممكن نشوف شوية هبوط قادم بسبب وجود الدعم هنا لمؤشر الدولار من عند هذا المستوى ولكن في النهاية أعتقد أنه راح نكسر هذا المستوى هنا للأسفل كمان الأموال النقدية العملات النقدية مش هي الحل للمشاكل الموجودة في العالم حاليا مع مرور الوقت أعتقد أنه العملات النقدية راح تهبط للصفر طيب دعونا نتكلم عن هذا الشيء هنا لأنه ويلي وو يتوقع ويقول أنه في شخص قاعد يبيع كميات كبيرة من الجي بي تي سي والجي بي تي سي هو عبارة عن بيتكوين مغلق يتم تداوله كأسهم في السوق طيب وسعر الجي بي تي سي هبط بشكل كبير جدا واللي نقدر نشوف هنا يا جماعة وبالمناسبة إيش هو الجي بي تي سي وإيش هو الجري سكيل دعونا أول شي نبدأ بنبدأ مختصرة عن إيش اللي وصلنا إلى هذا الوضع الجي بي تي سي يسموها فينانشل انسترومنت هذا الشيء يسمح للناس أنهم ما في داعي أنهم ينشئوا محافظ وحسابات على منصات تداول الكريبتو فهذا هنا يسمح لهم أنهم يتداولوا الجي بي تي سي كأسهم على منصات تداول الأسهم في جميع أنهاء العالم طيب طريقة أعمل هذا الشيء هو أنه تشتري البيتكوين كمؤسسة وتنحط في الجي بي تي سي تراست اللي هو الجري سكيل وعندها يتم إنشاء أسهم لك وهذه الأسهم لا يمكن بيعها لمدة ستة أشهر وتاريخيا هذا كان يتم تداوله بسعر مرتفع جدا إذا رجعنا هنا تاريخيا راح نقدر نشوف هنا أن السعر كان مرتفع أكثر من سعر البيتكوين بـ 20% وفي نقطة من النقاط كمان ارتفع إلى 40% فاللي عملته المؤسسة الكبيرة هما أنهما اشتروا كمية بيتكوين كبيرة ورفعوا سعر البيتكوين حطوا البيتكوين في هذا التراست وبعد ستة أشهر قدروا إنهم يبيعوا هذا البيتكوين بأرباح 40% بشكل سهل جدا فهذا كان شيء سهل إنه الواحد يعمله فمؤسسات أكثر وأكثر بدأوا يعملوا هذا الشيء ولكن كان هذا الشيء كثير جدا وبالتالي السعر بدأ بالهبوط الأسفل والآن تقدروا تشوفوا إنه السعر هابط جدا كنا في السابق بارتفاع أو فائد 40% ولكن الآن نقدر نشوف هنا إنه الدسكاونت أو التخفيض بـ 41% فيعني للناس اللي حطوا البيتكوين تباعهم في هذا التراست حاليا هم خاسرين بـ 41% من السعر اللي اشتروا فيه البيتكوين والتوقع الآن إنه في نقطة من النقاط هذا هنا السعر راح يرجع إلى النص أو راح يرجع إلى المستوى المتساوي اللي هو صفر فإلى أنت تؤمن إنه هذا الشيء هنا راح يرتفع للآلة والتخفيض هذا راح يختفي فتقدر تشاري هنا من عند هذه المستويات وتحصل على الأرباح 40% ولكن حاليا جماعة ما نشوف إنه هذا الشيء قاعد يحصل قاعدين نشوف هذا السعر ينخفض أكثر وأكثر وأكثر فيعني التخفيض قاعد يزداد أكثر وأكثر فيه شخص قاعد يبيع كميات هائلة جدا من الـ GBTC إلى السوق ولكن هل ممكن هذا الآن يكون إنه الناس العاديين خلاص يعني يفقدوا الاهتمام في السوق وقاعدين يبيعوا هذه الكميات؟ نعم أكيد هذا كمان راح يكون له تأثير على السوق لأن الإهتمام بالكريبتو بشكل عام الآن قاعد ينخفض جدا يعني حاليا ما يعتبر موضوع ساخن إنه الواحد يتكلم عن الكريبتو ولكن الاحتمال الأكبر إنه فيه مؤسسة كبيرة قاعدة تبيع كميات كبيرة جدا من الـ GBTC طيب الشيء نعرف يا جماعة وهو إنه الـ GBTC كانوا داخلين بشكل كبير مع الـ BlockFi فاللي عملوا الـ BlockFi إنهما كانوا يخذوا أموال العملاء اللي حطوا أموالهم في الـ BlockFi أخذوا هذه الأموال وحطوها في الـ GBTC لأنه في ذاك الوقت كان تقدر تحصل على 40% أرباح بشكل سهل جدا ولكن المشكلة الآن مع الـ BlockFi إنهما عندهم كميات كبيرة من الـ GBTC اللي هو الآن بالطبع منخفض بشكل كبير وهذا كان له تأثير كبير في إعلان الإفلاس فبمعنى آخر يا جماعة إنه نحن عارفين إنه في ناس كثير مضغوطين أو لاعبين كبار مضغوطين هنا بسبب الوضع الـ GBTC فمين اللي بيع كميات هائلة جدا من الـ GBTC عند هذا السعر بتخفيض هائل جدا هذا شيء أنا قاعد أفكر فيه بشكل كبير جدا وجماعة قبل أن نتكلم عن هذا التشارت المهم جدا وكمان بعض الأشياء هنا عن الـ FTX لازم أبلغكم عنها جماعة أتأكدوا إنكم تسجلوا إلى منصة المفضلة اللي هي الـ OKX علشان تحصلوا كمان على بونس ما يصل إلى 10 ألف دولار في الكريبتو بونس تسجيل وكمان جماعة إذا أنتم في منطقة فيها قيود وما تقدر تسجل فيها في الـ OKX والبيبت أو الفمكس فتقدر تسجل هنا في منصة البيبت وتحصل على بونس تسجيل 8400 دولار وكمان بونس يصل إلى 30 ألف دولار للناس اللي يستخدموا هذا الرابط هنا لمنصة البيبت فتأكدوا إنكم تستغلوا هذه العروض طيب جماعة دعونا نتكلم عن هذا الشي لأنه هذا هنا يوضح الشركات اللي كانت على علاقة أو داخلة في الـ FTX وكم خسرت بسبب هذا الشي أول شي عندنا هنا الناس اللي استثمروا في الـ FTX نفسها في عندنا باراديم وفي عندنا تيماسك وفي عندنا سيكويا فيعني هنا مؤسسات ولاعبين كبار جداً هنا داخلين ومستثمرين ولكن الشي المغلق أكثر وهو إنه سام بايكمان فريد والـ FTX قدروا إنهم يقنعوا شركات وكيانات عامة وحكومية إنهم يدخلوا ويستثمروا في الـ FTX في عندنا هنا صندوق التقاعد لولايات نيويورك الأموال راحت فهذا شي مؤسف جداً لكل الناس اللي استثمروا في هذا الصندوق وكمان في عندنا هنا نظام تقاعد المعلمين في أوهايو الكميات أو المبالغ غير معلنة عنها ولكن الأموال راحت وهذا بكل وضوح مش صورة جيدة للكريبتو هنا لاعب واحد أو كيان واحد أو مؤسسة واحدة اللي هي الـ FTX رجعتنا سنوات للوراء فهذا هو الوقت اللي لازم تتخذ فيه القرار هل لسه أنت مؤمن في الكريبتو أو لا إذا أنت مؤمن في الكريبتو فهذه هي الفرصة علشان تجمع أكثر جمع العملات في مستويات منخفضة وبتخفيض كبير جداً بعد كده عندنا inability to withdraw اللي هي الناس اللي ما قدروا يسحبوا الأموال في عندنا هنا ستار أتلس خسروا 50% من أموال الخزانة تبعهم وعندنا سيلفر جيت خسروا أكثر من 190 مليون وعندنا جالكسي ديجيتل اللي هي الشركة الأم لجي بي تي سي وشركات أخرى وحتى كمان الكوين بيس خسروا 15 مليون دولار وبعد كده عندنا جينيسيس تريدنج اللي هي كمان أحد الشركات تحت جالكسي ديجيتل خسروا 175 مليون دولار فللأسف كمياته وأموال كبيرة جداً راحت بسبب الـ FTX وحتى كمان مايكل نوفيغريتز خسر 77 مليون دولار بسبب الـ FTX فأمن حسابتك أمن عملاتك مايكل عرف وحاس بهذا الشيء الآن طيب أخيراً أريد أن تتكلم عن هذا الشيء جماعة هنا طبعاً هذا على الفريم الشهري وفي عندنا هنا نموذج أو نمط يحصل كل مرة طبعاً تحية لتردينج شوت لعلى هذا اليتشارت طيب اللي نشوف أول شيء جماعة هنا هو على مؤشر الـ RSI في الأسفل ننزل إلى هذا الـ Trendline الموجود في الأسفل نقدر نشوف أنه نزلنا إلى هذا الخط السابق وحالياً نحن فوق هذا الخط تماماً وهذا الخط في العادة يمسك سعر الـ Bitcoin على الفريم الشهري هنا وكمان اللي تقدروا تشوفه أنه في العادة نشكل أو نحصل على خط المقاومة هنا وبعد كذا نمشي بهذا الشكل هنا ونشكل تشكل تشكلة الكوب وعندنا كمان هنا Trendline هابط هنا على الفريم الشهري نستمر بالحصول على دعم من عند هذا خط الـ Trendline نحصل على قاع أسفل من قاع إلى أن نوصل إلى هنا الأسفل هذه النقطة عند خط الـ Moving Average هذا وبعدها من عند هذه النقطة نبدأ بالصعود وبعدها هنا نكسر أعلى قمة سابقة ونحصل على ارتفاع بولرانب كبير وبعد كذا ندخل في الـ Bear Market مرة أخرى ونشوف أنه نحصل على نفس الـ Trendline الهابط هذا هنا على الفريم الشهري نحصل هنا على دعم من عند هذا الخط وبعد كذا حصلنا على محاولة هنا للارتفاع الأعلى ولكن ما قدرنا نكسر خط المقاومة نفس الشيء اللي حصلنا عليه هنا ما قدرنا نكسر هذا الخط من أول محاولة خط المقاومة هذا هنا وهنا في المرة الثانية كسرنا هذا الخط خط المقاومة وحصلنا على ارتفاع برانب كبير في الـ Bitcoin والآن نحن في نفس النموذج أو نفس التشكيلة نقدر نشوف أنه في عندنا هذا الـ Trendline الهابط وفي عندنا نموذج أو تشكيلة الكوب هذا هنا الكوب وهذه جماعة تذكروا أنه يتوافق كمان مع الخط أو الصندوق الأزرق أو المربع الأزرق هذا اللي عندي هنا هذا هنا يبدأ من ثمانية شهر خمسة 2023 أوكي فثمانية شهر خمسة هذا رح يكون هنا يعني بعد كم شهر فرح نكون هنا ضربنا القاع وصلنا للقاع وبعد كذا عندنا المربع الأزرق اللي وردتكم ياه اللي هو سنة قبل التنصيف وفي هذه الفترة نحصل على ارتفاع وتسخين هنا في سعر الـ Bitcoin الأعلى وهذا يا جماعة يأكد ويقوي هذه النظرية فهذا شيء أنا مراقبه ومستني هل تعتقدوا أنه النموذج هنا رح يحصل النفس اللي حصل في الفترة السابقة اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات جماعة هذا كان كل شيئا عندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم